سمعنا وشوفنا كتير في أفلام الخيال العلمي عن الرجل العنكبوت الرجل الوتوات الرجل العناب لكن نلاقي في الحقيقة الرجل الذهبي جديدة دي بصراح شخص شعره من الذهب الخالص وأسنانه عيار 24 ودمه بيناقى الذهب الشخص ده من دولة المكسيك وبيعتبر من أشهر مشاهير أمريكا شمالية مجنون ومهووس بالذهب لدرجة إنه زرع خصل كاملة من الذهب الخالص جوه جمجمته مش كده وبس ده كمان زرع أسنان كاملة من الذهب والماس وهيتسبب في تسميم دمه وموته بسبب عشقه للذهب والشهرة إيه هي تفاصيل الشخص العجيب ده؟ خلينا نشوف الشاب العجيب ده اسمه دان سور من موليد 1995 في المكسيك هربت أسرته ناحية الولايات المتحدة الأمريكية على أمل إنهم يلاقوا هناك حياة أفضل من اللي عايشنها في بلادهم وقتها انبهر دان بالثقافة الأمريكية وقرر إنه يستغل وجوده في ماما أمريكا عشان يشتهر بأي طريقة في البداية حاول دان إنه يقدم نفسه لرواد مواقع التواصل الاجتماعي على إنه مغني راب لكنه بعدها حس إنه محتاج فلوس عشان يقدر يكمل وقتها قرر إنه ينضم للعصابات اللاتينية في أمريكا ونفذ أكتر من عملية سطوه مسلح عشان يقدر يجمع فلوس كتير في وقت قصير وفعلا بعدها أنتج أول فيديو كلاب لنفسه لكن الأغنية فشلت وخسر كل الفلوس اللي سرقها بعد فشل أغنيته الأولى قرر دان إنه مش هيبطل هنا وفضل يغني أكتر وأكتر وعمل حساب على موقع تيك توك عشان يتحدى فيه الرابر العالمي أمينم بإنه أسرع راب في التاريخ وإنه أفضل مغني راب في العالم لكنه فشل المرادي بشكل أكبر من المرة اللي فاتت حاول دان إنه يجمع متابعين على تطبيق تيك توك لكنه على مدار شهور كتيرة مقدرش يجمع أكتر من 7000 متابع بس وبرده قرر يكمل في طريقه وعمل عمليات سطو جديدة عشان يجمع فلوس تاني بخلاف إنه دخل في عالم تجارة المخدرات لكن المرادي قرر إنه يعمل شيء مختلف يا طرق إيه هو؟ تعالوا نشوف داني اشترى بفلوس المخدرات سبايك دهب ولبسها وصور نفسه بيها في فيديو على تيك توك لكن محدش اهتم برضو وكان معتد رجع سرق تاني وتاجر في المخدرات تاني عشان يجمع فلوس أكتر وأكتر وهنا جات له فكرة تخليه مشهور في وقت قصير جدا ويحقق حلمه وكانت الفكرة دي إنه بدل ما هيلبس الدهب هيبقى أول شخص في التاريخ البشري يعمل عملية زراع الدهب دان عمل عملية زرع من خلالها خصل وسلاسل دهب في جمجمته وعشان عمل شيء ملهوش 30 لازمة فطبعا كلنا عارفين إيه اللي هيحصل خلال أيام قليلة جدا بقى من أشهر مشاهير التيك توك لدرجة إنه من 7000 متابع عنده لأكتر من 2 مليون متابع وكتبت عنه المجالات والجرايد واستضفوه في معظم البرامج التلفزيونية طبعا بعد اللي حصل ده قرر دان إنه ما يسكتش رح شايل سنانه كلها وزرع مكانها الطقم سنان من الدهب عيار 24 وده اللي زود عدد متابعينه تاني لأكتر من 7 مليون متابع بعدها زرع فاني عدسات من الدهب وفصل هدومه كلها من الدهب في فترة من الفترات حاس دان إن عدد متابعين ما بقاش بيزيد وقتها أعلن إنه هيحلق شعره دهبي وهيخلع سنانه الدهب عشان يبدله بشعره سنان تانيين بس من الماس فيديوهاته رجعت تاني تجيب ملايين المشاهدات تاني وده يعمل كمان تحديات على تيك توك بيقطع فيها خصل من شعره 8 أكتر من 100 ألف دولار لو وصل عدد المتبرعين لوله مليون متبرع في التحدي الواحد دان قال في أحد اللقاءات إن سعر شعره الماسي وصل لأكتر من 30 مليون دولار وفي يوم من الأيام قال دان في فيديو من الفيديوهات إنه تفاجئ لما تعور ونزف لأن لما ده حصل لقى دمه اتحول لدهب على الرغم من شهرة كبيرة اللي حصل عليها دان إلا إن الدكاترة كلهم أكدوا إنه في يوم من الأيام هيجيله التهابات وتسموا مزمن في الدم وإنه بالشكل ده هيموت نفسه بشكل صعب جدا ومؤلم على أي إنسان بس السؤال هنا يا ترى بقى لمدان يموت مين اللي هيحلق شعره؟ لأنه بلا شك هيكون أكتر حلاق محظوظ في العالم لأنه بعدها هيبقى أغنى حلاق على وجه الأرض